هنبدأ النهاردة ان شاء الله شرح شابتر الناسولاكريمال سيستم ناخد قناة من الأول عن اللاكريمال أباريتس يتكون عندنا من سيكريتوري بارت و إكسيكريتوري بارت السيكريتوري بارت يعني الجزء المسؤول عن السيكريشن أوف التيرز وبيشمل اللاكريمال جيلاند المين لكريمال جيلاند والأكسيسوري لكريمال جيلاند واللي بتكون موجودة في الجفن الفؤاني ممكن نشوفها في الصورة ديت أوضح ديت المين لكريمال جيلاند ديت الأكسيسوري لكريمال جيلاند بتفتح في نفس الدكتر بتاعتها بالإضافة للكونجنغتايفة الجوبلة سيلز اللي موجودة في الكونجنغتايفة لينينج ال ليد بالنسبة للأكريمال درينيش سيستم بيتكون عندنا من اللي هو عبارة عن فتحتين موجودين عند الميديا موجودين في المكان ده كده هنا وهنا وبعد كده بيوصلون على الكناريك يولاي اللي بيتكونوا من اللي هو 2 مليمتر وبعد كده وبعد كده بيفتحوا عندنا في اللي بتجمع جواها وحجمها بيكون حوالي 8 في 12 مليمتر لما تكون مليانة بالتيرز اللي كريمال ساك بتكون عندي من الفندس والبودي والنكة عندنا هنا اللي كريمال ساك من فوق هنا بيكون محوط عليها شوية من بنسميهم الهورنرز مصل الهورنر مصل وظفتها ان هي بتعمل كونتراكشن ورلاكسيشن وبالتالي بتعمل زي بحيث ان هي تسحب الدموع زي ما احنا شايفين هنا الدموع بيتيجي من اللاكريمال داكت بتعدي في العين لحد ما توصل لجوه بيكون عندي هنا مصل ديت لما يحصلها كونتراكشن ورلاكسيشن بتعمل عندي باكيوم باور تسحب الدموع جوه بالاضافة طبعا ليه الموفمنت او في الاي ليدز بتساعد ان الدموع بيتتحرك لجوه اللاكريمال ساك اخر حاجة عندنا في الاكسيكريتوري بارت او اللاكريمال درينيش سيستم هو الناس اللاكريمال داكت والزي ما شايفين هنا في الصورة ان هي حوالي 12 مليمتر وبتفتح عندي في الانفيريور ميتس تحت هنا الدياريكشن بتاعها بيكون داون وورد وباكوورد ولاترى طبعا اناتو ميه ممكن نسأل في في الشافوي ولازم نكون عارفينه عشان نكون متخيالين الامراض اللي هنشرحها في الشابتر التير فيلم طبعا احنا ناخد تير فيلم لان هو بيتم افرزه عن طريق اللاكريمال جلانز زائد الميبوميان جلانز بيتكون من ايه التير فيلم التير فيلم بيتكون عندي زي ما احنا شايفينها في الرسمة من outer lipid layer وبعد كده و بعد كده بيبقى عندنا ميوسينيس لير بتبقى in contact with الكورنيا على طول او الابيسيليا متاع الكورنيا والكونجنكتايفا اللاكريمال جلانز سواء المين لكريمال جلانز او الاكسيسوري اهمية الووتري layer ايضا ان هي بتساعد في ان هي بتحضر الاكسوجين او بتساعد في ان الاكسوجين اللي في الهوا يدخل جوه الكورنيا ويعمل لها السبلاي اللي هي محتاجة لان احنا زي احنا عارفين ان الكورنيا a vascular structure اللي هي اخيرة واللي بتفرز عن طريق الجوبلة سيلز اللي هي ميوسينيس لير بتبقى in contact with the epicylium وبتخلي ال epicylium hydrophilic يعني بيحب المية ده طبعا الكمبوزيشن بتاع الكورنيا الفيلم عندنا nb في الكتاب ممكن تسال فيها في الشافوي مهمة اوي ان احنا مثلا لو شلنا اللاكريمال جلاند عملنا لها extension لأي سبب من الاسباب فدوة طبعا مش هيقدي لحدوث zeroes الزيروس اللي هو جفاف العين dry eye والسبب في كده ان الرغم ان احنا شلنا من مين لكريمال جلاند فيه accessory جلاند بالاضافة للجلاند اللي موجودة في الكنجنجا تايفا lining ال eye lid وبالتالي مش هيحصل عندي جفاف للعين الحاجة الثانية لازم نعرفها ان اللاكريمال جلاند دي بتشتغل في حالة ال reflexes زى اما emotional reflex او irritation يعني لما الواحد بيعيط اللاكريمال جلاند دي الاسسية المين هي المسؤولة عن tears of crying ومسؤولة عن التيرز اللي تطلع من العين لما يحصل لنا irritation سواء ب dust او اي disease اذا المسؤولة عنها هي المين لكريمال جلاند انما التير فيلم اللي موجود معظم الاوقات على العين او طول الوقت على العين بيتم افرزوا عن طريق ال accessory لكريمال جلاند اللي شفناها هنا اللي موجودة هنا يعني بيتم افرزوا عن سيكريمال جلاند اللاكريمال جلاند اللاكريمال جلاند بعد ما عرفنا الاناتومية بتاعة اللاكريمال أبريتوس وعدنا عليها بسرعة عشان نشرفها بمثلا ونكون متخيلين الحاجات الامراض اللي هنقولها مواضيع الشرطر هتكون عبارة عن طبعا اهم المواضيع هنا بتكون بالنسبة للكرونيك والكناليكيولايتس هما اقلهم اهمية لكن برضو هنشرح نبدأ بال الكنجينتال نيزول اكريمال داكت اوبستركشن ولها اسمين تانيين اما انفنتيل او كونجينتال داكريو سيستايتس والاسماء التانية ديت بتبقى زاد دلالة او لها معنى يعني ما تسميتش كده وخلاص انفنتيل لان احنا بنلاحظها غالبا في الطفل لسه موجود بنلاحظ ان النيزول اكريمال داكت عنده بتبقى اوبستركتل طب ايه العلامات و ايه الحاجات اللي بنشوفها بتخليه بتدل على كده دل هنعرف دلوقتي البداية انه بيحصل عندي اوبستركشن لعدم حدوث complete imperforation للنزول اكريمال داكت وبتكون في الغالب عند الhasenar valve الhasenar valve هو lower part او الend part of النزول اكريمال داكت يعني اخر حتة اللي بتفتح في الانفيريوميتس فالجزء دا بيبقى عندي imperforated وبالتالي الدموع اللي بتيجي من العين ما بتنزلش في الانفيريوميتس وبالتالي احنا بنلاحظ في الطفل اللي لسه مولود دا ان الدموع عنده موجودة بزيادة دا غير طبعا الدموع بتاعت الكراي دياد الدموع موجودة في اي وقت سواء بيعيط او مش بيعيط ايه clinical picture بتاعت نزول اكريمال داكت اوستركشن هناخدهم بالترتيب اول حاجة يبقى عندي ابيفورا ابيفورا معناها زي ما هشايفين هنا في عندي العين المية ما تنزل منها في اوتري اي طبعا دا حتى في وقت الرست يعني هو مش مش واحد بيعيط ولا عين ولا ارتيت ولا حاجة وبنلقى فيه مية بتنزل من العين بسبب ان النزول لكريمال داكت اوبستركتد زائد ان وجود المية ديت بيبقى وسط كويس جدا البكتيريا ان هي تنمو وبالتالي تعمل عندي زي ما هناخنا شايفين هنا التهابات مختلفة وبتبقى لان طول ما النزول لكريمال داكت مقفولة طول ما المية موجودة طول ما بواسط المناسب للبكتيريا ان هي تعمل ارتيتشن موجود وبالتالي عندي ريكرانت كونجنكتيفايتس بالاضافة فيه علامة مهمة جدا بنلاحظها ان هي احنا لو ضغطنا على اللاكريمال ساك اللي هو موجود هنا بنلاحظ ان الدموع بتكتر اللي بتطلع مرة واحدة وبسبب ان المية متخزينة جوه فاول ما بنضغط هنا الدموع بتكتر اللي بتطلع من العين وممكن كمان بدل الوطر الديستشارج في حالة حصل جوه اللاكريمال ساك هنا بسبب وجود جود ميديا فور جروس اوف بكتيريا ايه هو علاج الكنجنكتيفايتس طبعا قلنا الكنجنكتيفايتس بتبقى لان كل الشغل اللي هنقول كل علاج اللي هنقول الوقتي بيبقى لعلاقة بالاطفال واحد هيقول طب لو ما عالجنهاش في الاطفال والانسان استمر بيها طبعا طبعا هيقدر بعد كده ليه ستوب سترت ستوب سترت كمبليكيشنز خطيرة ممكن زي اكيوت وكرونيك داكريوس واللي هما مش بيحصلوا اللي لازم يكون فيه بريدزبوزنج فاكتور وفي الغالب بريدزبوزنج فاكتور دا بيكون نازل اكريمال داكت طبعا 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 الوقت عندنا طفل مولود وعرفنا نازل نازل اكريمال داكت اكريمال داكت الضغط بتاعه السهم اللي عليه بحيث نحن نضغط بطريقة بحيث بحيث نزق اللي اكيوميليتد انسايد الساك اند انسايد النازل اكريمال داكت لتحت ممكن ان احنا بالضغط دا نفتح المترجم المترجم اللي قفل عندي الهسنار والبالتالي اكون انا حالة المشكلة من غير ايه تدخل جراحي ومن غير اي كومبيليكيشن يعني داكت بداية بنجرفها كبداية ممكن تنفع وممكن لحد مدة ستة شهور وهنعرف ليه ستة شهور دلوقتي